اكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ان التعليم ركيز من ركائز بناء الوطن وتقدمه وهو طريق المستقبل المشهود لما يهدف اليه في مختلف مراحل من تأسيس واعداد اجيال تتسلح بالعلم والمعرفة وتتميز بابداعها وابتكارها وان ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات علمية هي خير استثمار لاضافة المزيد من النجاح الى المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه منوها بما يحظى به قطاع التعليم من حرص واهتمام دائمين من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ما اثمر عن مواصلة تبني المبادرات لتطوير قطاع التعليم ومخرجاته وفق الاهداف المرجوة جاء ذلك لدى رعاية سموه حفلة تخريج الفوج الاول من الجامعة الامريكية بالبحرين والذي اقيم اليوم بحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة حيث هنأ سموه الخريجين على حصاد سنواتهم الدراسية وجهدهم ومثابرتهم العلمية التي اهلتهم لاتمام المرحلة الجامعية ما يعد لهم بداية لمرحلة جديدة تتطلب مواصلة العزم في مختلف ميادين الحياة بما يصب في خدمة الوطن وبناء المستقبل الزاهر للجميع مشيرا الى ان ما يحققه ابناء البحرين من تميز في مختلف المراحل التعليمية مصدر للفخر والاعتزاز معربا في هذا الصداد عن تمنيته للخريجين دوام التوفيق والنجاح في المراحل المقبلة من حياتهم العلمية والعملية هذا وقد تفضل سموه بتسليب الطلب الخريجين شهادات التخرج فيما تم تكريم الطلب المتفوقين بجائزة افضل انجاز اكاديمي المقدمة من شركة البحرين للاستثمار الحقاري ادامة وبنك الاسكان وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو وذلك لكل من الطالبة رزان الحويد خريجت كلية ادارة الاعمال والطالبة مريم النشيط خريجت كلية الهندسة والطالبة شيخ الهنوف آل خليفة خريجت كلية الاعلام والتصميم وبهذه المناسبة اعربت دكتور برادلي جيكوك رئيس الجامعة الامريكية بالبحرين عن بالغ الشكر والامتنان لسموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على رعايته حفل التخريج موضحا ان الجامعة تسعى لضمان تزويد الطلاب بنموذج تعليمي امريكي متكامل في البحرين تماشيا مع اهداف الجامعة في تطوير برامج اكاديمية تتسق مع المعايير الاقليمية والدولية مؤكدا حرص الجامعة على مواصلة خططها التطويرية خاصة بعد حصولها على الاعتراف الامريكي ضمن الجامعات المعدودة الحاصلة على هذا الاعتراف في منطقة الخليج والشرق الاوسط من جهته قال الدكتور جيف زابوتسكي عميد الشؤون الاكاديمية ان تخرج الدفع الاولى من طلبة الجامعة الامريكية بالبحرين يأتي تكليلا للجهود التي تقوم بها الجامعة عبر التزامها بضمان معايير الجودة ومؤكبة التطورات الاكاديمية مشيرا الى ان ذلك يعد جزءا اساسيا من خطة الجامعة لتعزيز برامج التعليم بما يتوافق مع توجيهات مجلس التعليم العالي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 اشتركوا في القناة